السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكوا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا النهاردة بخير وفي احسن حال يارب النهاردة الفيديو سهل وبسيط جدا ازاي نحمل فيديو لينا هننزله على القناة من على جوجل كروم مش نحمله من على اليوتيوب ازاي نحمله من على جوجل كروم طبعا هو ليه مميزات كتيرة جدا اول حاجة اول ميزة ان لو التليفون بتاعك فصل شحن وانت مثلا سيان حملتي لسبعين في المية او تمانين في المية والتليفون بتاعك فصل شحن او النت فصل عندك فطبعا لو انت هتحمله من على اليوتيوب هترجعي ان انت تحمله من اول تاني وهتضطر ان انت تحذفي القديم وطبعا عشان احنا ان احنا نحمله من على جوجل كروم احسن مليون مرة ان احنا نحمله من على اليوتيوب على طول وعايز اقول لكم برضو على العلامات الافتتاحية بتاعة الفيديو ازاي ان احنا نعمل علامات افتتاحية وازاي ان احنا نرفع الفيديو يكون فيه مشاهدة كويسة او مشاهدة معقولة وفيه ناس كتيرة بتقول لي هو ايه الشباك اللي بيبقى عندك في الوصف ده احنا بنعمله بس ما بيكونش موجود هقول لكم على كل التفاصيل دي مش عايز تقول عليكم في الفيديو يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه اول حاجة هنجيب جوجل كروم طبعا كلنا عندنا جوجل كروم هدوس عليه اول ما دوس عليه هيجيلي الصفحة دي او المحتوى الخاص بقناطي تمام؟ الحالة والميزات او المميزات فيه ناس كتيرة مش هيجيلها القايمة دي هتدوس على الثلاث نقط اللي على قدينا الشمال فوق هدوس عليهم هيظهر لنا العرض بإصدار سطح المكتب طبعا هيظهر ان ما فيش علامة صحة خالص هتظهر الخينة فاضح هندوس عليها واول ما ندوس عليها اتدخلنا على القايمة دي تمام؟ اول ما القايمة دي تيجي هروح مكبرة الصورة كده وهلاقي عشان بقى نقدر ان احنا ننزل الفيديو هقول لكم ازاي هلاقي على قدينا الشمال اللوجو بتاع القناة وفيه علامة الجرس او علامة الاشعارات اللي عندنا فيه جنبها علامة السهم هدوس على علامة السهم تمام؟ اول ما دوس على علامة السهم هيدخلنا في الصفحة دي والشكل ده هروح مكبرة الصورة كده وهيجيلي مكتوب تحديد ملفات لتحملها هدوس على الصعب اللي فوقها ملفات لتحملها هدوس على الصعب اللي فوقها أول ما دوس على الصعب هيظهر لي القيمة بتاعة الكاميرا وبتاعة فيديو والمسجل والملفات هروح دايسة على كلمة الملفات لو كانت فيديو هتخش على المقاطع بتاعة الصور لو كانت فيديو هتخش على المقاطع بتاعة الفيديو أنا طبعا هنا هخش على المقاطع بتاعة الفيديو تمام؟ وهروح جايبة مثلا أي فيديو أنت هتحمليه أو أنت كنت محضره وهتنزليه أنا مثلا هجيب الفيديو ده تمام؟ أول حاجة هجيلي الفيديو خلاص بدأ أنه هو يتحمل 1% أو 2% هيحمل بسرعة هي دي الميزة اللي في كرون طبعا قبلا ما يحمل هروح جاي على العنوان اللي مكتوب فيديو شو وهروح حاسفه تمام؟ وهروح جايبة العنوان اللي أنت أحبة تكتبه تمام؟ أنا هكتب العنوان كبير شوية تروحي مثلا إزاي أقدر أخص أخصص المحتوى للأطفول مثلا تمام؟ للأطفول هجي في الوصف هروح كبة اللي أنت عايزة تكتبيه اكتبيه هتروحي جاية نفس العنوان اللي أنت كتبتيه في العنوان هتكتبيه في الوصف تمام؟ هروح كبة مثلا هاخده نسخ أهو طبعا هو أنت هتكتبيه أكتر من كده أنا بديكوا بس تجربة لإن أنا كده كده مش هحمل الفيديو يعني تمام؟ هروح جاية عند قبل كلمة إزاي؟ وهروح كبة علامة شباك وهروح جنب بس بدون فاصل يعني مااخدش فاصل وهروح جاية أروح عاملة العلامة دي أو أخصص أجي قبل أخصص وأروح عاملة علامة شباك تمام؟ آآ طبعا بقى كل اللي أنت حابة تكتبيه اكتبيه في الوصف كل اللي أنت عايزة تكتبيه اشتركوا في قناتي عايزة تنزلي لينك فيديو آآ بيبقى مخصص زي الفيديو اللي أنت منزليه أو متشابه ليه أو مقرب ليه هتعمل اللي أنت عايزة في الوصف تمام؟ هتيجي عند العلامات دي العلامات اللي افتتاحها لناس كتيرة آآ مش عارفها هنيجي هنجزق هنكتب العنوان اللي احنا كتبناه في العنوان وفي الوصف هاجي مثلا أكتب طريقة ضبط القناة تمام؟ هكتب هكتب تغيرات اليوتيوب الجديدة مثلا تمام؟ أنا بكتب لكو أي حاجة بحيث أن أعرفكو إزاي أن احنا نكتب العنوان أو العلامات تكون نفس المحتوى اللي احنا كبناه فيه تمام؟ يبقى احنا عارفنا العلامات وتكتبي اسم قناتك وهقول لكو على نقطة تانية برضه سريعة كده في السريعة تمام؟ هروح جاية بحثة على اليوتيوب نفس المحتوى اللي انت هتنزليه في القناة يعني أنا دلوقتي هخصص المحتوى لأطفال هروح جاية الإسم ده وبحث عليه في اليوتيوب هيزهل لك مليون طريقة هتروحي واخده أكتر حاجة جايبة مشاهدة هتخذي العنوان بتاعه وهتخذي اسم القناة هتخذي العنوان هتكتبيه في العنوان عندك وفي الوصف اسم القناة هتروحي هطها في العلامات حتي اسم القناة الكبيرة اللي جايبة مشاهدات عالية هتروحي كبها في العلامات تمام؟ خدوا بالكم النقط دي يا جماعة النقط دي مهمة بكده بحيث ان لو اي حد يبحث على القناة التانية هيلاقي فيديو بتاعك ممكن ان هو يدخل يشاهده او كلام ده كله تمام وهيبدأ بقى الفيديو ان هو يبدأ يتحمل اول ما هيتحمل معنا وطبعا لو حابة تكتبي اسم قناتك تحت هتكتبيه يعنينا مثلا هنا هكتب بكل بكل بساطة مع شايماء اعطيه مع شايماء اعطيه واروح كبه التالي وتكتبي اسم القناة اللي انا قلتلك عليها دلوقتي الفيديو بيتم المعالجة بتاعته ان هو يبقى جاهز شوفوا الفيديو سبع دقيق ما خدش وقت اتحمل بسرعة احسن ما بيحمله على اليوتيوب اه تمام اتمنى الفيديو يكون بس اه اه قدرته تفهمه من شرحي او ان انا قدرت اوصل لكم المعلومة صح اهو طبعا انا بس هنروح حاملين دايسين على كلمة نشر هندوس على كلمة نشر تمام بس تعذر حفظ التغييرات يرجى مراجعة تفاصيل الفيديو هم عايزين تفاصيل للفيديو اكتر طبعا انا عشان مش هنزله فحبيب بس اشرح لكم اه اشرح لكم على الموضوع تمام اهو هو كده جاهز معنا ممكن ان احنا نروح حاملينه كده ونروح منزلينه على طول تمام انا عشان منزليه قبل كده بيقول لك هذا الفيديو مكرر من فيديو تم تحميله قبل كده تمام انا طبعا هنا جيت عن القناة بتاعتي عشان اشوف الفيديو اللي انا نزلته اهو انا نزلته هنا تمام اهو ازاي اه اوجه محتوى مخصص للاطفول بصوا علامة الزائد اهي بصوا علامة الزائد اللي انا كتبها شوفوا ظهرت ازاي اه سوريا علامة الشباك اللي انا اه كتبتها بصوا ظهرت ازاي فيه فرق ما بين الكلمات الزرقى وما بين الكلمات السودى تمام اه وبكده اه اتمنى الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم وكونوا اه فهمتوا من طريقة شرحي وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا سابسكرايب وفعالوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد واشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير في فيديو جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة